اشتركوا في القناة موضوع ما يسمى بانتخابات مجالس المحافظات لكن في هذه المرة نعود ونتحدث عن هذه الكذبة الكبيرة التي تسمى انتخابات طالما تعرفون طالما قلت أن هذه ما تسمى بالانتخابات قد انتهت قبل ما يقرب من شهرين لكن الفوضى التي صاحبتها والتي سبقتها والتي يعني صاحبتها ما زالت مستمرة وهذه الفوضى فيها صراعات وفيها كذب واتخامات وضرب وتنكيل وتوعدات وتهديدات مصائب كبيرة القضية كلها ربما يمكن ترخيصها بأن هؤلاء الذين يسمون نفسهم الميليشيات الحاكمة هي هذه الإطار التنسيقي نسمي نفسها يعني هي اللي انتخبت الحكومة قالت نريد من البداية قالت نريد هذه الانتخابات أن تكون بنفس الشكل التي جرت عليه تشكيل الحكومة حكومة محمد الشيعة السوداني من قبلهم فحكومات المحافظات يجب أن تشكل بنفس الطريقة ونفس الطريقة تعني أنهم هم الذين يحكمون في كل هذه المحافظات والقرار بيدهم لكي تكون الأموال المشاريع التعاقدات العروض كلها بيدهم وهم يتصرفون بالعراق مثل ما يشاءون وهذا جرى وقسموا من المحافظات ويمكن ربما تحدثنا في حلقات قريبة سابقة ربما بالسبوع الماضي أو القبلة عن هذه المحاصصة التوزيع لهذه المحافظات اللي يجعلنا نتحدث عن هذه القضية مرة أخرى هو ما جرى في محافظة صلاح الدين يعني بعد علينة النتائج وفاز من فاز وخسر من خسر وجاءت انتخابات تعيين أو انتخاب المحافظ ومجلس المحافظة ورئيس مجلس المحافظة وإذا بالميليشيات تجد نفسها الميليشيات الصريحة تجد نفسها وكأنها قرار مبديهة رغم أنه كل القوى التي رشحت لهذه المحافظات يتابع لهم ولا تستطيع أن تتعرك لكن يريدون ليس بالواجهة حتى الواجهة لا يريدونها يريدون هم بالأصل أن يحكموا هكذا القرار هكذا أن الميليشيات هي تتولى الحكم لذلك عندما يتحدث محمد الشاع السوداني يقولاني يعني ضد الميليشيات والعلاقة بالميليشيات هذه كذبة كبيرة هو جزء منهم وجزء معبر عنهم وجزء طبيعي وأكيد منهم وإلا مكانا تخبر لأن يستطيعون أن يأتوا بأي شخصية أخرى ويضعونها وهذا الوضع فيديهم هم جاءوا به لأنهم يعرفون من هو وما هو المطلوب منه لذلك في هذه القضية أيضا في المحافظات هكذا في مجالس المحافظات هكذا يفعلون وجرت صراعات خلال الأيام الماضية سمعنا بصراعات وضرب وتوعدات وتهديدات واضطرت قوات الشغب أن تتدخل في توزيع المناصب هذه وفي انتخابات محافظة صلاح الدين والمجلس المحافظة تدخلت قوات الشغب لفضل اشتباك بينهم وما أنفضل اشتباك وأعلنوا فلان محافظة فلان رئيس مجلس المحافظة ومعرف منه وإذا بأحد كوادر القيادية في مليشيا العصائب يصدر بيان يهدد الجميع بشكل واضح وينهيه بعبارة لا عزاء للخوانة يتهمهم بالخيانة والغدر واتهمهم بأنهم كانوا جواسيس للخارج وهكذا وأنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي كل العراقين يسألون أين ذهبت لغة الشراكة والشراكة الوطنية والطرف الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر والانتخابات الديمقراطية وبالتالي هذه الكذبة الكبيرة لابد أن تنفضح لا يستطيعون السكوت عنها هم الآن في وضع يعني ما عادت هذه الكلمات شراكة وطنية ديمقراطية يعني هم يريدون الشراكة الوطنية بمفهمهم الديمقراطية بمفهمهم بقياساتهم أن تتعاون معنا بشروطنا أن تشتغل معنا بشروطنا وأن تتابع هكذا لا يريدون حتى الواجهات يعني لسنوات طويلة كانوا يحكمون ربما في هذا المفصل أو ذاك المفصل يعني خلف واجهات الآن الواجهات شاء الله الآن يريدون أن يحكمون بشكل واضح لذلك كان الحديث الآن عن أن الجيش العراقي هذا اللي أسسه بعد 2003 نحله ونجعل الحرس الحجد الشعبي هذه الميليشيات هي الجيش الأول ليس الرديف يريدون أن يعملوا حرس الثوري العراقي شبيه بالحرس الثوري الإيراني والأمور كلها مصيطرة بهم اقتصادا وسياسة وأمنا وكل الأمور بيدهم حكومة سياسية مسيطرة من قبلهم مجالس المحافظة حكومات المحافظة يجب أن تكون من قبلهم وهم بدون واجهات هم الواجهة هم بأنفسهم بشكل مباشر لا يريدون واجهة الآن يعني سنوات أو لفترات معينة قبلهم الواجهة هنا وهناك الآن لا يريدونها لذلك يصدر مثل هذا قال هو من صادقون جماعة قيس الخزعلي أنه إحنا يعني هذولنا اتهمهم بالطائفية وبالتسكع بالخارج والتعامر والغدر وانتظرونا وهذا يعني إحنا وعدنا غير مكذوب ولن نقبل هذا الموضوع ولا أعزاء لكم وخونا أنتم وبهذا الشكل يتحدثون طيب كيف تريدون من الآخر أن يكون شريكا لكم وأنتم تتحدثون عنه حتى لو كان هذا كنا نعرف أن هؤلاء الذين في مجالس المحافظات هم جزء من العملية السياسية هم جزء من من هذا الخراب الذي يدمر العراق وهم استمرار لهذا التدمير هذه مجالس المحافظات هذه استمرار ومرحلة جديدة من الفساد والخراب والسيطرة على كل أموال العراقية ويعني القضاء على أي أمل على العراق من أن ينهض هكذا يريدون لكن مع ذلك حتى مع هذا أنتم لا تقبلون الشركات تريدون أن تابعين ممكن تابعين بعيدين نقبل بكم وإلا أنتم طائفين وإلا أنتم خوانة وأنتم متسكعين وأنتم متآمرين وطبعكم الغدر غريب عجيب وتهديدات ووعيد وقضية غريبة عجيبة وحركون بعض الناس من أعداء هذا الطرف أو ذاك وهم من نفس أيضا نعود مرة أخرى من نفس الإطار هذا الفاسد الذي خرب العراق أحدهم وهو من نفس الإطار يقول يعني تحدث عن هذا الانتخابات قال هذه انتخابات مخالفة مصححة مخالفة لشروط الانتخابات لأنه انتخابات غشح وكل واحد المنصب وماذا شلون واتهم هذا لأنه على خصومة ويات تهم هذا المحافظ بأنه سارق وما عنده حسن السير والسلوك وهو متهم بقضايا سرقة وفساد وتسليب واستيلاء على المال العام طيب إذا كان المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة متهم بأنه فاسد وسارق ولديه عصابة للتسليب ويستولي على المال العام هذا لا يمكن أن يكون يعني مقبولا وتقبل به لكي يكون محافظا أو يكون رئيس مجلس المحافظة ويرعى مصالح الناس والخدمات للناس طيب طيب أنت تسأل نفسك هذه طيب هو نهاه طبعا بعبارة فعلا دولة بطيخ وإذا كنا نتحدث عن دولة بطيخ يعني ما معناه باللغة العامية لأنه لا دولة موجودة كل من هب ودب يفعل ما يريد وبقوته وبقدراته وبالمال الفساد ولا يذكرني فيما حدث في انتخابات ما يسمى رئيس مجلس النواب يعني بعد أن زاحل حلبوسي قالوا سننتخب رئيس مجلس النواب ورشحوا مجموعة وصلت الانتخابات إلى اثنين عندما يعني وصلت القناعة عليهم أن الشخص الفلاني سيربح هذه الانتخابات سيكون رئيس مجلس النواب قالوا لا لا يمكن أجل الانتخابات مع الساعات وكذة ومعرف شنو وطلع عليهم الذي يدير الآن المجلس النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قالوا خلينا نغير الصيغة خلينا نسوي مجلس رئاسة ما هي ما قالوا ما أنت تخالف الدستور وتخالف محكمة اتحادية يعني الدستور المحكمة الاتحادية وقراراتهم أنتم تريدونها مطاطة وهي مطاطة بالذي يعجبكم بالذي تستفيدون منه وتصيرونها كيفما تريدون خلينا نسوي مجلس مجلس رئاسة حتى لا يستطيع مجلس الرئاسة القرار ليس بيد رئيس مجلس النواب بيد مجلس معين وتكون لهم حصة فبالتالي أن يذهب هذا المنصب للسنة للأكراد للمعرفين لا 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 يذهب لأحد يذهب لنا لأنه لأنه إن نسوي مجلس سيكون القرار بيد من بيد القوة الأكثر بيد من ظهر مسنود بالسلاح والدولة ومو دولة بدل العصابات التي تحكم فبالتالي هم الذين يحكموا هكذا والتفكير تفكير قاصر تفكير معيب أين الديمقراطية تتحدثون وإذا بهم يتهمون هذا المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب بأنه يروج للبعث وبعثي ومعرفين طيب ما هو هذا عوضوا بمجلس النواب لدورات متعددة وكان لحد الآن هو رئيس كتلة كبيرة في مجلس النواب هذا مدفعنا عنه هو واحد منهم هو من هذه الشلة نفسه من هذا الإطار لكن أنا أقول أنه من يتحدثون عن الشراكة وشراكة وطنية ونحن جئنا من أجل الشراكة الوطنية ومن أجل المصالحة كذبة كبيرة معيبة لا أحد يتحدث بها لأنه كذبة وعيب فبالتالي هذا يذكرنا بهذا الحديث ونفس القضية الآن أجليها ودافعيها للمحكم الاتحادية فهكذا الحال القرار هو أنه كل المناصب يجب أن تكون الآن لا تحكم إلا من قبلنا وبدون واجهه هذا هو القرار وانتخابات مجلس محافظات وانتخابات مجلس تشريعية مجلس تشريعي غيرها لا تنفع الكل يجب أن يكون تحت أمرة هذه الميليشيات ودولة الميليشيات هذا هو القرار وهذا هو الوضع بكل تفاصيل ومن لا يقتنع بهذا يعني يعني هو أما أن يكون مغيب العاقل أو هو منهم ليس أكثر وقت هذا الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وأنترككم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة